المؤسس الشيخ جاسم بمحمد بن ثاني طيب الله ذراه اليوم يوم اللقاية اليوم يوم اختلاط الشعارات وحضورها هنا على ارضية ميدان الشحانية اتمنى توفيق لجميع المشاركين والشوط الاول الرئيسي كما نشاهد يستعد للطلاقة متابعين الكرام عبر شاشات التلفزة في كل مكان ورحب بالمشاهدين الاعزاء والمستمعين عبر اثير الراديو فمرحبا بالجميع وقد تقرر اقامة عشرون شوطا للفترة الصباحية الخاصة بهذا اليوم نتمنى توفيق لكل ولجميع المشاركين ايها الاعزاء حضرت في الشوط الاول الرئيسي ما يقارب الخمسة وخمسين مشاركة نتمنى لهم جميعا التوفيق ويحظى هذا المهرجان وهذا السباق ودائما هذه الرياضات العربية الاصيلة بالدعم السامي والكريم والمتواصل من سيدي حضرت صاحب السمو الشيخ تيمين برحمد بن خليفة الثاني امير البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه وايضا يحظى هذا المهرجان بالتقطية الاعلامية المميزة وبالحضور الاعلامي المصاحب لهذا المهرجان الذي يقام على هامش احتفالات البلاد باليوم الوطني للبلاد فمرحبا بالجميع ومرحبا بالضيوف الكرام ونهنى جميع الفائزين في اليومين الماضيين ونتمنى توفيق للمشاركين في هذا اليوم وفي بقية ايام المهرجان بدأ هذا المهرجان في العشرون من هذا الشهر ويستمر حتى تلاثون من هذا الشهر الجاري وبسم الله وعلى بركة الله انطلق مشاهدين الاعزاء ايها الحفل الكريم في كل مكان اول اشواط الصباح واقواها في هذا اليوم او في هذا الصباح اقواها في هذا الصباح ولكن الاقواة ستكون في تمام الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم اشواط الرموز واشواط الفضة واشواط التحدي ولكن هذا الشوت هو الاقواة في فترة الصباح وقد رصد لهذا الشوت جائزة عينية قيمة سيارة للمركز الاول مقدمة الشوت ومن تحتل المركز الاول رمز لمبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي على مقدمة الشوت وفي الصدارة ننتقل الى المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني قادة لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الثاني قادة الدور دور المركز الثالث ومن تتقدم عقار للسعيد بمحمد مكينة العامري تحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع تصل فيه ناصية لمحمد بن أحمد بن سالم بن هوامل العامري بينما المركز الخامس ختاب النداء سيكون مع ما تتقدم هنا ملامح لمحمد بن بطحاب من قران المنصوري من خطف الشوط الأول الرئيسي في يوم الأمس هذا هو نفس الشعار يعود في هذا اليوم هذه نتيجتنا أيها العزاء حفلنا الكريم للمراكز المتقدمة الأولى ونعود إلى مقدمة الشوط والعود وأحمد رمز ما زالت على صدارة الشوط ما زالت في المقدمة لنبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي يا سلام تنطلق انطلاق قوي وصاروخي وتمتعد بجعاد كلي عن المشاركات وجرة الشوط رمز بهذا الاسم الكبير وبهذا الشعار العملاق تسيطر مشاهدين الأعزاء بالشعار الفلاحي على المركز الأول وعلى الموقع المستهدف من كل المشاركين يا سلام إذن مشاهدين الأعزاء وتسيطر على الجاهزة العينية القيمة نيسان باتروليس ستيشن تي تو نتمنى لها التوفيق ولكل المشاركين هذه رمز على المركز الأول وعلى صدارة الشوط وتقترب من التنقضي منتصف مسافة الشوط أو أول كيلوين مترين عن بداية هذا الانطلاق ننتقل من رمز هذه رمز تستقبلها أحد كامرات الميدان وهذا القدوم الميمون نتمنى لها التوفيق وإكمال هذا المسار على هذا المنوال شوفوا شوفوا الفارق ما بين رمز وما بين بقية المركز يا سلام المركز الثاني ما تتقدم في هذه اللحظات عقار لسعيد بن محمد بن كيل العامري على المركز الثاني المركز الثالث تصل فيه قادة لعمر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بينما شعار بن قران يصل على المركز الرابع ويتقدم مع ملامح لمحمد بن بطحام بن قران المنصوري المركز الخامس يصل ويتتقدم فيه بلشة 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 أول نداء لها لمحمد بن سيف محمد بن زيتون المهيري وصل مع سرلة مبلش على المركز الخامس هذه نتيجتنا أيها الأعزاء ولكن رمز وين يا مشاركين رمز ترقص مسويك السيارة على مقدمة الشوت وفي الصدارة وإن سارت على هذا المنوال فاطمئن يا ملكة فاطمئن في الموتر والنموس سيكون حليفك وحليفها مع مبارك من محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي هذه رمز الوصول الخطير يا ملك رمز الوصول الخطير والمثير من عقار عقار تتسلل تتقدم تقود المنطلقات من الخلف هذه عقار والعصاقوس لسعيد بن محمد بن كيلة العامري على المركز الثاني وتشن الهجوم والغارة تلو الغارة يا سلام تلاحق عقار على المركز الثالث هنا من تصل وتتقدم ملامح 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 الفوز في عيون ملامح في هذا الشوت هذه ملامح مشاهدين لعزال محمد بن بطحان بن قران المنصوري تصل وتتقدم تالتا المركز الرابع الله وصلوا هالمنازف وصلوا هالمنازف مع المجازف في هذا الشوت يا سلام تصل هنا بلشة لمحمد بن سيف بمحمد بن زيتون المهيري على المركز الرابع المركز الخامس تتقدم فيه وتصل هنا غادة لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري أيها العزاء المشاركون في هذا الشوت اقتربنا من لوحة الـ 1500 متر الأخيرة واقتربنا من العد التنازلي لمعرفة بطلة هذا الشوت وسيدة البكار في أول الأشوات الصباحية وأقواها من ستستهل أشوات الصباح في هذا النموس الجميل الرمز على المركز الأول ولكن الخطورة عقار 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 على المركز التاري تريد أن تختطف ناموس الشوت وأيضا سيارة الشوت ملامح تتسلل تصل في المركز الثالث لمحمد بن بطحاب من قرال المنصوري وبلشة على المركز الرابع محمد بن سيف بمحمد بن زيتون المهيري 1200 متر المركز الخامس هناك أيضا سيل قادم وسيل جارف أول الواصلات هنا الوارية عبيد بن حلوس من ديبان العامري أول ندالها تصل وتتقدم على المركز الخامس نعود إلى مقدمة الشوت عقار 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 من سيرتفع أسعار عقارها في هذا اليوم إن وصلت على هذا المنوان تفتتح الكيلومتر الأخير مع الشعار بالكيلة سعيد بن محمد بالكيلة العامري يقدم عقار خير تقديم في هذا الشوت الرئيسي الصباحي في هذا الشوت الحساس يا ناس مشاهدي للأعزاء راحة عقار حتى هذه اللحظات بن موس الشوت ولكن بلش خطيرة بلش خطيرة على المركز التاري أبناء منازف خطيرين في هذا الشوت يا سلاب ولكن عقار بالكيلة بالكيلة مع المركز الأول مع السيارة مع الناموس حتى هذه اللحظات بلشة 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 يا سلاب يا بلشة تكم من بلشة بلشة وعقار عقار عقار وبلشة وعقار يا سلاب بلشة تتسلل أبناء منازف حاضرين متواجدين في كل المهرجانات سلاب يا منازف سلاب سلام يا منازف سلام وسلام يا بلشه سلام حضرة بلشه لتختطف أقوى شهårt الصباح والتي تحضر والتي تسجل هذا الاسم بحروف المندهب وأنه مسلمانك بلشه محمد من زيتون المهيري وسلام يا بلشه سلام تهانين وأنه مسلمانك بلشه محمد من زيتون المهيري المركز الثاني المركز الثاني وصلت فيه ملامح لمحمد بن بطحاب من قرار المنصوري المركز الثالث المركز الثالث وصلت فيه حقار للسعيد بن محمد بن كيلة العامري المركز الرابع المركز الرابع وصلت فيه محبة لعبد الله بن حمد بن مبخوت العامري المركز الخامس المركز الخامس وصلت فيه الوارية لعبيد بن حلوس بن ديبان العامري تهانينا وأنه مس لكل الفائزين لكل المميزين في هذا المهرجان وفي هذا اليوم إذن بلشة تختطف الشوط الأول الرئيسي الصباحي مع مالكها محمد بن سيف ومحمد بن زيتون المهيري هذه بلشة وهذا هو ملخص الشوط كانت في منافسة واحتدمت تنافس ما بين عقار وما بين بلشة ولكن بلشة خطفت المركز الأول في الوقت الحساس والأمتار الأخيرة لتهدي السلام لمالك هذا الشعار بتوقيت زمني 7 دقائق 36 ثانية 75 جزء من الثانية تهانينا والنموس لمالك بلشة محمد بن سيف ومحمد بن زيتون المهيري ونقول سلام يا منازف سلاب المركز الثاني ملامح 7 دقائق 38 ثانية 92 جزء من الثانية تهانينا لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري المركز الثالث وصلت فيه عقار 7 دقائق 39 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهانينا والنموس لمالك عقار محمد بن سعيد بالكيلة العامري تهانينا ونموس لكل الفائزين إذن سيارة النسان بترول الستيشن ذهبت إلى مع أهالي منازف ومع بلشة في هذا الشوط شكرا شكرا